ابتداء إذا سمحت لي اليوم هناك توجيه من السيد الوزير باستنفار تام لكابة ملاكات الوزارة الجهد الهندسي والخدمي والآلي لمواجهة سوء الأحوال الجوية وهو طول الأمطار فتح الصيانات والمرابطات والمخازن على مدار 24 ساعة وطبعا الاستثناءات الحاكمة للمستشفيات لمشاريع المياه وتصريف المياه الثقيلة هذا أولا الثانية سيدي اليوم بدت الحكومة وكنا نأمل هذه الإجراءات أن تكون قبل سنوات لو كانت موجودة لم أكن مرينا بهذه الأزمات التي تمر على قطاع الكهرباء فاليوم الحكومة متوجهة بقوة مرة لتنويع مصادر الطاقة مرة لتنويع مصادر الغاز مرة لإنشاء منصات الغاز المسال في ميناء الفاو بالتحديد وبالتالي هذه الخطوات تمثلت بما يلي قبالت أن وزارة النفط اليوم حالة جولة التراخص النفطية الخامسة وتروم حالة السادسة وزارة الكهرباء اليوم حرصت على أن تقلل الاعتماد على الوقود والغاز وبالتالي مضت بنصب الدورات المركبة أنا أتحدث عن 4000 ميجاوات لن تعتمد بتشغيلها على الوقود على ماذا تعتمد؟ طاقة متجددة؟ فقط على الحرارة المنبعثة من الدورة البسيطة أتكلم عن وحدات دورة مركبة 4000 ميجاوات أتكلم عن محطات طاقة شمسية سلمت قطع الأراضي فعلياً للشركات التي تروم إنشاء 2250 ميجاوات لإنشاء محطات الطاقة الشمسية أتكلم عن طاقة الرياح في منطقة الشهابي محافظة واسط وأتكلم عن شراكة مع أمانة بغداد وهيئة الاستثمار لإنشاء محطات من خلال تدوير النفايات بالتالي اليوم الجدية موجودة لتنويع طبعاً مضاف لمشاريع الربط الكارباي الجدية اليوم موجودة لتنويع مصادر الطاقة تنويع مصادر الغاز لا يخفى على الجميع ذهبنا باتجاه تركومانستان وأكملنا الاتفاق مع تركومانستان 100% طبعاً نحتاج أن ننضج هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني باعتبار أن الغاز سيمر من خلال الأنابيب الواصلة إلى العراق من إيران ومضينا أيضاً مع قطر ولدينا اليوم تفاهمات مع الجانب القطري قبالة مصادقة السيد رئيس الوزراء على إنشاء منصات الغاز المسال الثابتة الثابتة داخل ميناء الفاو هذا شنو رح يكون دورها استيراد أو إنتاج غاز هذه المنصة ستستقبل السفن والبواخر المحملة بالغاز المسال طبعاً من شتى دول العالم لن تحصر الغاز بدولة واحدة لن تمر المنظومة بهذه الأراسات هذه المنصات سيكون لها طاقة لخزنية ستتحول إلى ميناء يستقبل كل المصادر القادمة بالغاز سيكون لها طاقة خزنية السؤال هنا متى سنستغني عن كل الغاز المسورد ونكتفي بالغاز العراقي يعني هذا الحديث ما زال مبكر بصراحة لازلنا محتاجين للغاز المورد لكن بما أنه إجراءات الحكومة والأخوة بوزارة النفط عازمين على استغلال الغاز الوطني سيجسد جزء كبير للحاجة ترويع مصادر الغاز من دول أخرى وإنشاء منصات الغاز المسال أيضاً هذا سيساهم بسد الحاجة مضاف إلى أن اليوم الكهرباء بحد ذاتها تمضي باتجاه ضغط النفقات التشغيلية وتقليل الاعتماد على الوقود والغاز نعم يعني طيب هل جرى مناقشة توفير الغاز استعداداً للموسم الصيفي من أجل تلافي أزمة قطاع الكهرباء وتحدثت قبل قليل عن مفردة أزمات قطاع الكهرباء يعني ما هي هذه الأزمات؟ شح الغاز أبرزها شح الغاز احنا اليوم نتحدث المنظومة كانت وصلت إلى أرقام 26 ألف ميجاوات ومع ذروة أحمال الصيف كنا 24 ألف ميجاوات احنا اليوم متراجعين لل 16 ألف ميجاوات هذا التراجع بالإنتاج طبعاً يحدد أحمال المحطات وساعات تجهيز الكهرباء حرصنا على ما يكون أزمة على ما تصل أزمة طبعاً مساعدنا بذلك احتدال درجة الحرارة بس بالتالي اليوم احنا نتحدث خسرانياً قرابة الأكثر من 4000 ميجاوات بهذا التوقيت بالذات اليوم انتاجنا نازل لل 16 ويتساءل المواطن وصلت إلى أرقام جيدة ليش رجعت شح الغاز الغاز الإيراني اليوم متوقف بالكامل عن بغداد والمناطق الوسطى والسبب أعمال صيانة طبعاً متوقف عن بغداد والمناطق الوسطى ومقلل بنسبة 10 مليون إلى المنطقة الجنوبية شقد أحتاج؟ أحتاج 50 مليون بهذا التوقيت الآن الغاز 10 ليش؟ الجانب الإيراني أبرق لأنه هناك أعمال صيانة على الأنابيب القطرية داخل الجمهورية الإسلامية في إيران يفترض أنها ستنتهي بتاريخ 7 أشبه طيب تحدثتم في وقت سابق من الآن يعني لا أتذكر العام الماضي أو قبل عن الربط الكهربائي مع دول الخليج إلى الآن لم نرأي شيء تحدثتم عن 6 أشهر كافية لربط العراق بهذه الدول واستيراد الكهرباء منها بشكل مباشر أستاذ علي نتحدث بالجزئيات اللي تخص وزارة الكهرباء أكملنا هذه الالتزامات بنسبة 88% طيب الآن جار العمل على استكمال هذا الربط من خلال شنو؟ من خلال التزامات التزامات هيئة الربط الخليجي اللي يتمول من صنادق الاعتمال الخليجية الآن شنو جاي يسوون حتى يكمل الربط ينشؤون خط يربط محطة الفاو اللي اكتملت داخل العراق اللي كانت من التزاماتنا واكتملت ترتبط محطة الفاو بمحطة وفرة داخل الكويت طيب هذا الخط الآن أكو شركات ثلاثة تابعة لهئة الربط تعمل على تنفيذ جزء هذا الخط 80 كيلومتر من هذا الخط داخل العراق طبعا طولت 345 كيلو هم موفد مسافة شبيرة 80 كيلومتر بالعراق يكاد ينجز اللي داخل بالكويت الآن أكو شركات عاملة عليه سقفة زمنية حتى يصبح جاهز من 12 إلى 16 شهر الربط مع الأردن مكتم المئة بالمئة استوردنا كهرباء من الأردن؟ لا منتظرين فتح اعتماد شوف أستاذ علي كان الربط مع الأردن يفترض ترتبط القائم بمحطة ريشة طيب داخل الأردن اللي هو على شبكة الأربعمية احنا قلنا حتى يسرع هذا الربط وتستفيد من مناطق الرطبة وعانة وقائم صار على المئة واثنين وثلاثين أنشئنا متنقلة وخط ستدخل على هذا الربط مؤقتا حتى تستفيد من الأردن السؤال هنا أنه هذه الطريقة الربط الكهربائي مع الخليج والأردن هو أفضل للعراق النحي المادية أو الاستيراد الغاز وإنتاج الكهرباء داخلين هذا أولا أن يحقق وثوقية الشبكة يطفاء دفنية للشبكة من ناحية الأسعار من ناحية الأسعار طبعا ستكون مساوية للسوق الخليجية ثالثا تمهد لدخولك للسوق الخليجي والسوق العربي مضاف أنا بهذا التوقيت محتاج طاقة يعني أنا أتحدث اليوم عن الرطبة الرطبة تجاهز من ديزلات ما بيها شبكة وطنية ليش دمرت خطوطها وشبكاتها ومحطاتها مع العلم عندي شغل على محطة الأنبار عندي شغل على محطة الأنبار المركبة بس هذه المناطق تريد كهرباء شبكاتها مدمرة أجيب لهم هذا الخطي إنعج ساعات تجهيز عندهم ريثما أكمل شغلي طيب هل تم الاستعداد الآن لصيانة محطات الطاقة الكهربائية جميع محطاتنا داخل صيانات دورية والطرارية واحد خمسة رح نعلن الجاهزية الكاملة لكامل محطاتنا على الأبواب يعني هل سيتم تجهيز أو الاكثار من أوقات الكهرباء بستي بالصيف الماضي وصلنا معدل استقرار حمل 24 ألف ميجاورد هذا الصيف إن شاء الله أرقامنا سنصل إلى 27 ألف ميجاورد كم يحتاج العراق؟ 40 ألف ميجاورد بس بالتالي أنا تحدث مين أنت تقول لي صيفنا مطمئن واحد خمسة رح انطيت التزام حكومي أمام الحكومة جميع محطات نجاحها للعمل ستكون بواحد خمسة ستقول لي ليش إنتاجها مداخل بالعمل رح تبقى تعتمد على جزئية غاز وطنية أو مورد عذر دائما شماعة موجودة شوف هذا شماعة؟ نوعنا الشماعة عذر موجود دائما إيران أنا ما أقول الغاز إيراني الغاز وطني أو مورد بالتالي أنا محطاتي محطاتي ما تعمل؟ محطاتي الكهرومائية تعاني من الشح المائي اللي هي متوقفة تكاد تكون متوقفة محطاتي اللي تعمل على الوقود أنا منسق مع وزارة النفط محطاتي الغازية تعمل على غاز وطني ومورد شح الغاز يسأل عليه غيري لو غرينا بهذا الموضوع أنا أرفض أن تقول شماعة هذا يسأل والحكومة تعيد يسأل عنه غيرنا أنا أطيك الجاهزية الكاملة لعملي وخطتي والا